السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الاسي ديستربيوشن او الاسي اللي جاي من الاسيشن سيربس ترانسفورمر او الاكسولاري ترانسفورمر. اه كلمنا عليه بيغزي بقى الانهارة والهيتارز وممكن دور سويتش او ما الى ذلك. اه عشان نفرق بين وبين الاسي اللي هو الكرانت سيركت لان احيانا من الاسي بيبقى سيركت برضو بيبقى الاسي. المرة اللي فاتت احنا اتكلمنا على الجزء اللي جاي من الاكسولاري ترانسفورمر او الاسيشن سيربس ترانسفورمر النهار دا نتكلم بقى على ال ايه الدي سي دستروبيوشن. الدي سي اللي هو اللي جاي من الدي سي سيستم اللي كنا برضو له التذكرة تكون من الباتري والباتري واللوودز مجموعة اللووتز. النهاردة هنتكلم على الجزء من اللودز اللي خص اللي ايه الجزء الدي سي الخاص بيه الطبع انه عشان نتكلم صعب جدا ان احنا نتكلم بالتفصيل على كل حاجة احنا هناخد عشان نعرف ازاي الموضوع بيتم فاحنا من الجزء بتاع دي سي هناخد وهناخد مقلوب من اللوبز اللي موجودة يعني ايه اللوب تعال نتفرق كده الاول نلاقي ان انا عندي في هنا تلاتة سورس دي سي جايين من هنا من هنا من هنا مكتوب طبعا رقم الدروين جاي من شيت كام يمكن الجزء ده ناقص شوية المفترض انه كان يبقى كامل برضو النقاط دي تكون كاملة كلها بالدروين بتاعها برقم الشيت حاجة بالشكل ده ده المفترض يكون تمام نفس الكلام من طابق هنا وصلوا الى سيت وان الفانل بتاعتي وصلت فيها عندي او السورس ده جاي بتقسم الى اتنين على اتنين ام سي بي بالشكل ده واحد اهو واحد اهو تمام السورس التانية متجمعين مع بعض ومغزين ايه حاجة بالشكل ده طبعا لابد ان هيكون واحد منهم اللي شغال فقط بس هيغزوا السورس اللي موجود منهم هيغزي ايه ايه اه الكم نيتشر سيركت بريكرز دول تمام طيب الكلام ده عندي اربعة عندي اربعة برانش ادي واحد اتنين تلاتة اربعة الكلام ده بروح فين قال لك كل واحد من من المجموعة الاربعة ديت بيغزي مجموعة من اللوتز تمام طيب احنا عشان نشوف احنا هنتبق واحد منهم هنختار وليكن الاولاني ده صورس الاولاني ده على اساس ان احنا نشوف بيروح فين رقم ايه او قال لك رايح فين طيب تعال نشوف الشيت بتاعنا الاول رقمه كم الشيت بتاعنا رقمه 18 شيت 18 جميل الجزء ده رايح فين قال لك رايح لشيت اربعة وعشرين اي وان واربعة وعشرين اف وان اللي هو الار وان البوستيف ده يعني بوستيف ونيجاتيف البوستيف بتاعه اللي هو اربعة وعشرين اي وان والنيجاتيف اللي هو اه نيجاتيف ار وان ده رايح لي 24 F1 معنى الكلام ده ايه تاني نقول ان معناه ان انا بتعامل مع نفس الدرونج اللي انا فيها دلوقتي رايح لشيت رقم 24 رايح للجزء اللي فيه اسمه A1 نفس الكلام النيجاتيف رايح لشيت 24 رايح لجزء اسمه F1 طيب نروح لشيت 24 ونشوفه هل ده شيت 24 تمام ادي شيت 24 جميل جدا رايح فين قلنا كان رايح لي البوستيف بتاعه رايح لي ال 24 في A1 ادي ال A1 تاني نرجع لها كده عشان نشوفها اهي 24 A1 جميل اهو رحت لشيت 24 ادي ال A1 بتاعته اهي راحة فين ال 24 A1 طيب لشيت 24 دي راحة لفين راحة لشيت 18 E2 بالعكس بقى نرجع لها تاني ونشوفها اهي شيت 18 ادي فعلا شيت 18 جميل اهو شيت 18 اهو تمام رايح لفين لا اهو E فعلا E 2 الاقيها موجودة اهي E2 يبقى ال E2 في شيت 18 الاقي الحاجة اللي اسمها R1 جميل والنجاتف رايح لفين رايح لي 24 F1 24 اهي شيت 24 F1 فين يا سيدي ادي ال F واده ال 1 الاقي ايه هو الجزء ده وجاية ثالا من الشيت 18 E2 جميل جدا يبقى احنا عرفنا اهو ده اللوب بيمشي كده ببدايته فين جاي من شيت ورايح للشيت ده طبعا اه في اكتر من طريقة لعمل ديزاين ل DC distribution طبعا الالقامي ده يمكن قد يكون مش هو الامثل بالنسبة ل DC distribution ولكن ده طبعا كل حاجة موجودة خلينا احنا متعامل بصفة عامة وبنتعامل مع اي نتعرض له مفروض نتعامل معه كويس تمام اه الجزء ده ده يمكن عيب الجزء لطريقة دي انه هو بي 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 مش متوالية في بعض الانظمة بتلاقي الشيت DC distribution ده عبارة عن 2 sheets maximum او 3 sheets كلهم في حتة واحدة ويدنوا لغاية ما اللوب يخلص هنا بلاقي ان مثلا كنت في شيت 18 بيسلم شيت 24 وما الى ذلك في الاخر انا ما يعنينيش الكلام ده في حاجة انا بتعامل مع كل الدروينج بصفة عامة وعايز اعرفها بحيث ان لو قابلني اي سيستم تاني مختلف انا قدر اتعامل معاها برضو ما عنديش مشاكل تمام نرجع لموضوعنا الاقي ان انا عندي هنا ادي اللوب بتاعة DC وصل عندي هنا ادي النيجاتيف و ادي البوستيف بتاعه بيغزي ادي ايه هناخد فكرة بسرعة ده الريلي الاساسي هنا الاتي سيبنتي ون اللي هو الديفرينش الريلي بتاع ترانسفورمر الديتيلز بتاعته برضو للعلم بالشيء الاقيها في شيت 62A1 لو انا كنت عايز اشوف الديتيلز بتاعة الديفرينش الريلي ده اقدر اروح لنفس الدروينج اللي انا فيها نفس الفولدر بتاعي اروح لشيت 62A1 الاقي كل التفاصيل بتاعة الريلي لو انا محتاج اشوف انما انا ده الباور سبلاي كارت بتاع الريلي يبقى ده السبلاي الرئيسي رايحين ليه الريلي دي مجموعة من الانبوتز حتى هو كتبالي بايناري انبوتز مجموعة من الانبوتز اللي داخله للريلي تمام الريلي ده لازم يعرف كل الحاجات اللي حواليه ايه هي الحاجات ديت اه الاقي هنا بيكتبلي بقى في التايتل اللي فوق ده الفانكشن بتاعت كل حاجة ايه راحة فين المجموعة الاولانية دي عبارة عن الهاي فولتج سيركت بريكر سي بي اف اللي هو سيركت بريكر فيليار انشييشن اللي بيعمل انشييشن لسيركت بريكر فيليار تمام اه يعني احنا كنا طبعا اتكلمنا على البركتر فيليار بورتيكشن في الكورس الخاص بالبرتيكشن فالمشفاكر قوي الجوزء ده ياريت يرجع ليه الفيديوهات الخاصة النهارده بنقول ان احنا عندي لو حصل ان الاتي سيكس تي وان ده ايه الاتي سيكس ده برضو عن طريق الان سي كوت الاقي ان الاتي سيكس ده ابارة عن الفاينال تريب ريلي لوكاوت ريلي تو فانكشن ابارة عن لوكاوت مع الفاينال تريب الاقي ده لو اشتغل الكونتاك بتاعه سبعتاشر تسعة تاشر هيقفل من خلال تي اس فايف ده تيست سويتش الطيب بتاعه اسمه MMLG02 ده الطيب بتاعه التفاصيل بتاعته موجودة في شيء 63C1 تمام لو الكونتاك ده افل وطبيعة تيست سويتش ده في البضع النورمال هو already closed وهدي تيست سويتش تاني اهو closed يروح للإمبوت اللي هو اسمه D2 D1 D1 D2 D1 عليه نيجاتف دايريكت اهو نيجاتف هنا دايريكت ومنتظر الpost مع تحقق الشرط اللي فوق الشرط اللي فوق ده بيجي منين عندي اكتر من طريق الطريق الاولين يجي من هنا اللي هو 86B اللي هو اللوكاوت على البصبار B تفاصيله برضو موجود رقم الشيد بتاعها والرقم الكونتاك المستخدم 3335 لو انا عايز ارجع له برضو بنفس الطريقة طيب يا اما من هنا يا اما من البرانش دا يا اما من عليها دا موجود جاي من 86T2 اللي هو اللوكاوت التاني بتاع نفس الترانسفورمر دا بتاع البصبار بتاع اللوصيد 13.8KV لو البصبار في اللوصيد كلهم بيقدوا الى نفس الامبوت بيغزوا نفس الامبوت تمام طيب نتتبع جزء تاني علي ايه هنا عندي واحد نورمال واحد نورمال الكلوز على الامبوت اللي هو التالت والرابع اللي هما دون لو البركار دا او كلوز يبقى بيجي لي الشرط طبعا يا اما اوبن يا اما كلوز لو هو اوبن هيبقى دا اهو ولو كان كلوز اي ناحية التانية على الامبوت الرابع تمام بالمثل اقدر اتتبع كل الامبوت الباقية طبعا ما فيش مجال دلوقتي ان احنا نتكلم عليها بالتفصيل انما بنقول يبقى انا عندي مجموعة من الامبوتس اللي الخاصة بيه الديفرينشل ريلي واللي يكون هو اللي هو قدامي دلوقتي والامبوتس دي راحة لديفرينشل ريلي عشان يتعرفوا ايه الشروط اميني اللي يتحقق هل فيه لوك اوت ريلي يشتغل هل فيه بريكر وضع كلوز ولا اوبن هل فيه طبعا بعض الحاجات لو فيه بقى في بعض السيستمز بيكون يستغل الامبوتس دي الميكانيكا البروتكشن بتاعت الترانسفورمر بيوصلها برضو على الديفرينشل ريلي كامبوتس في بعض السيستمز مش كل الاحوال تمام خلينا نقول بصفة عامة انا عندي امبوتس بتستغل حسب الدزاين بتاعي هتروح ليه الريلي كلها متغزية من الديسي سيستم تمام نرجع بقى للجزء بتاعة الديسي تاني عشان نكمل معها نشوفنا تتبعه ازاي عارفنا اهو ان عندي بوستف اهو والنيجاتف في اخر الصفحة تحت اهو تمام النيجاتف رايح دايركت باين جدا جدا لغاية ما وصل لغاية هنا وبيروح لفين قالك بيروح لشيط 25F1 نفس الكلام البوستف بتاعي وصل لغاية هنا ورايح لل25 شيط 25A1 تمام بعد ما خلصت الصفحة دي اقدر اروح لشيط 25 انا هنا حاليا تاني اهو انا في شيط 24 شيط 24 وهروح لشيط 25 نروح لشيط 25 الشيط دا رقم كام اعادي شيط 25 لما روحت لشيط 25 الاقي فعلا الاروان دي اللي هي البوستف جايلي من شيط 24A8 والنيجاتف بتاعه جايلي من الشيط 24F8 يبقى البوستف والنيجاتف وصلوا عندي لغاية هنا حلو كده تمام النيجاتف وصل كامل معايا ومجموعة امبوتس تانية اهو والنيجاتف وصل لغاية شيط 26 البوستف عمل ايه؟ البوستف رايح برضو لشيط 26A1 كامل 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 خد الشروط ديت ومعاها غزة مجموعة الامبوتس بتاع الرليا وراح بعد كده لشيط 26 يبقى دا انا في شيط 25 حاليا وهروح لشيط 26 النيجاتف اهو والبوستف اهو رايح ل26A1 و26F1 اهو الشيط كام دا يا سيدي اهو ادي شيط 26 الاقي ان البوستف جايلي هنا من 25A8 والنيجاتف جايلي من 25F8 حلو جميل طيب برضو عامل شوية تغذية لبعض الحاجات اللي موجودة تمام اهو خلص اللوب وصل لغاية اهو وصل هنا النيجاتف وصل لشيط 27F1 جميل والبوستف البيوستف رايح لشيط 29 يعني مش هيعدي على شيط 27 الدزاين بيقول كده ما عازش يروح ماحتاجش يروح لشيط 27 وراح لشيط 29 طيب نروح الاول نشوف شيط 27 ادي شيط 27 جايلي من 26F8 اللي هي النيجاتف R1 وبعد كده برضو بيغزي بعض الحاجات ورايح ليه شيط 29F1 يبقى النيجاتف بعد كده هيروح لشيط 29F1 هارجع ل26 تاني معلاش شيء ألاقي ان البوستف اهو رايح لشيط 29F1 يبقى النيجاتف بعد ما خلص شيط 27 اهو هنا هيروح ل29F1 والبوستف هو اللي رايح دايريكت لشيط 29F1 نروح ل29F1 اهو ده شيط كام يا سيد 29F1 اهيه شيط 29F1 ألاقي ان النيجاتف جايلي من شيط 27F1 أنا عارف ان احنا كنا فيه دلوقتي والبوستف جايلي من شيط 26F1 تمام؟ هادي البوستف بيغزي مجموعة من اللودز التانية والنيجاتف برضو نفس الكلام اهو حلو كده جميل طيب وبعدين دا رايح لشيط 30F1 طبعا انا لو حبيت اعرف تفاصيل كل حاجة موجودة ممكن انت هتاخد وقت كبير اولا فياريت طبعا اهيه هتلاقي كل حاجة كل حاجة مكتوبة فوق هنا اللي هي الطايتل بتاعت كل حاجة مستخدمة اهيه كل الفانكشنز المستخدمة الاقيها مكتوبة عندي اهيه نفس الكلام كل الصفحات اللي قبل كده الفانكشنز تكون موجودة تمام احنا وصلنا لشيط 29 عبارة عن ادي البوستف وادي النجاتف برضو غزة مجموعة اللودز دي وفي النهاية راح لشيط 30B2 والنيجاتف رايح لشيط 30E1 شيط 30E1 وشيط 30B2 نروح لشيط 30 ألاقي فعلا اهو جاي من 29B5 ده البوستف والنيجاتف جاي من شيط 29F5 تمام في النهاية خالص ألاقي واللي بينني بقى نهاية اللوب اللي هي DC Supervision Relay ده DC Supervision Relay وده مرأبة دواير DC لللوب كامل اللوب كامل زي ما احنا شفنا كده ان الصح بتاعه او الوضع تمام الصح بتاعه انه هو بيمشي البوستف والنيجاتف ماشيين باراليل بيغزوا نقطة نقطة وفي الآخر خالص ماشيين في مصار واحد فقط عشان في آخر المصار ده اقدر اوصل ال DC Supervision Relay حاجة بالشكل اللي قدامي بحيث لو اي قط او اي واير فك من هنا البوستف او النيجاتف لوب ألاقي ان ال DC Supervision Relay هيتقطع عنه ال DC وبالتالي يديني ألارم ويبلغني ان في مشكلة في اللوب ده وقت تمام؟ يبقى DC Supervision هو اللي بتحط في آخر اللوب بالشكل ده بحيث لو حصل اي قطع في دواري DC يدي انذار بقلب انذار مرئي ومسموع لو فيه طبعا فيه المحطات اللي فيها منتصلة بيستخدمها فيها الاسكادة بتروح بقى للدسباتشر او ما الى ذلك بحيث ان هي يعرفوا ان فيه ألارم نزل في المحطة والألارم ده سببه مثلا ان فيه DC Supervision Relay او فيه انقطاع DC عن البروتكشن بانل بتاعة الترانسفورمر اللي هو رقم مكاسف تمام؟ يبقى نرجع تاني للسلايد الاولانية اللي احنا كنا بنتكلم عليها اللي بنقول ادي بداية DC حاجة بالشكل ده احنا تتبعنا المصار بتاع اللوب ده مشينا معاه خطوة بخطوة عرفنا ازاي بيغزي اللودز المختلفة لغاية ما بيوصل ليه DC Supervision Relay تمام؟ ده لوب من اربعة عندي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة احنا تتبعنا منهم واحد عشان نشوف الكلام ده بيتم ازاي بيتوصل ازاي بالريلاز المختلفة بيتوصل ايه الفانكشنز المتوصلة عليه؟ طبعا بسرعة كان صعب ان احنا نعمل بالتفصيل او نتكلم بالتفصيل عن كل الجزيئات اللي موجودة انما اي حد هيقرى الدروميج دلوقتي بنقول ان احنا تتبعوا بالطريقة ديت ازاي نشوف الفانكشن تايتل اللي مكتوبة فيه اللوحات من فوق اهي دي الفانكشن تايتل اللي كنا بيتكلم عليها ازاي من خلالها يعرف كل كونتك ده خاص بايه؟ يبقى انا اعتمادا على الفانكشن تايتل اقدر احدد الفانكشن دي خاصة بايه واتتبع لو حصل عندي اي مشكلة ازاي اقدر اعمل ترابل شوتنج ليه المشكلة جايت تمام؟ الكلام ده زايه بالضبط نقدر نعمل لللوب التاني اللوب التالت اللوب الرابع ولو عندي اكتر من كده اقدر اتتبعهم وفي الغالب طبعا المفترض ان يكون في نهاية كل لوب في دي سي سوبر فيجن ريلي عشان يعمل عملية المراقبة لو حصل اي انقطاع في السكة بيدي الالرم المطلوب عشان الناس تصلح العطل تمام؟ دي كانت فكرة سريعة عن دي سي ديستربيوشن في البروتيكشن بانيل وان شاء الله نتقابل المرة الجاية